موسيقى بدأت حياتها كشاعرة فألفت ديوانا واحدا بعنوان أثواب الحزن قبل أن تنتهي صحفية خارج بلدها الصحفية الليبية هدى السراري ضيفت حلقة مساوى لهذه الليلة أرحب بك سيدة هدى أهلا وسهلا سيدة هدى أنت بدأت حياتك كشاعرة ألفت أول قصيدة لك وكان عمرك أنا ذاك 13 سنة ومن ثم في عام 2002 نشرتي ديوانا بعنوان أثواب الحزن اليوم ماذا بقي منك كشاعرة تقدر تقولي أنني شاعرة مع وقف التنفيذ أنا نشر ديواني كان أول مرة في 2002 وبعدها أصبحت أكتب بشكل متقطع الآن تقريبا شبه متوقفة عن الكتابة يعني اللي أنا متأكدة منه أني أنا استطيع الكتابة بس الكتابة تحتاج لقرارات تحتاج لوقت تحتاج فهذا اللي خلاني يعني شبه متوقفة قرارات خاصة بك يعني لماذا شاعر مع وقف التنفيذ لا موضوع الشعر مش موضوع سهل يعني موضوع يحتاج إلى وقت يحتاج إلى يعني قرار أنك تجلسي وتكتبي شعر يحتاج إلى يعني لعبة الشعر هي لعبة خيالية مش لعبة منطق والخيال يحتاج لوقت ويحتاج أنا امرأة يعني تنام الساعة ثمانية مشغولة بحياتي المهنية والتزاماتي الأسرية ما عندي وقت للخيال إلى الجانب أنها تنقصني أمور كثيرة عشان أستمر في كتابة الشعر وتعتقد أن الكتابة الشعرية تتطلب العذلة من أجل أن يتحقق الشعر؟ لا بالعكس الكتابة حسب رأيي تتطلب الاندماج مع المجتمع والاختلاط بالمجتمع والاختلاط بالناس ويعني ملاحظة كل ما يدور يعني حوالينا بس أيضا تحتاج للتفرغ للشعر تحتاج للكتابة للمطالع أنا شخصيا مثلا لا أعرف عن القصيدة الكلاسيكية الكثير معرفتي فيها جدا قليلة أنت تكتبين كمان بلهجة محكية يعني كتابتك للشعر كانت أيضا بلهجة محكية أنا أكتب باللهجة المحكية وليست لغة الفصحة أكتب لهجة محكية لأنها هي لغتي اليومية يعني لغة عصرية هي لغة عصرية بس أكتب بها لأنها هي اللي بتكلموا بيها الناس حوالي حتى البرامج التلفزيونية الآن صارت باللهجة المحكية طبعا أنت اليوم في قطر تعيشين في قطر مع زوجك لكن إذا قررتي أن تكتب شعر ستكتبه بأي لغة ستكتبه بأي لهجة باللهجة المحلية أو باللغة العربية الفصحة أكيد حنكتبها باللهجة المحكية بلهجة الليبية اللهجة الليبية المحكية واللهجة الليبية المحكية هي أقرب للفصحة أي بس اللي حوالينك مش ليبيين ليش نقولك هي أقرب للفصحة لأن أنا متأكدة بشكل كبير أن هم يستطيعوا أن هم يفهموها الآن اللهجة المحكية هي لهجة جماهيرية الناس كلها تحكي باللهجة المحكية تعاملاتنا في حياتنا يومية باللهجة المحكية نعبر عن حبي لأهلي وناسي باللهجة المحكية طب هذا الشيء ما هيقلل من قيمة اللغة العربية الفصحة في داخل القصيدة المستقبلا إذا استمرنا مع الاستمرار في استخدام المحكية في كل شيء كل من المحكية والفصحة ليهم يعني إبداعاتها وليهم مذاقب الرغم من التقارب اللي بينهم يعني واللهجة المحكية هي امتداد للفصحة يعني ما تهدد وجود اللغة الفصحة لا تلغيها بالعكس اللغة الفصحة هي لغتنا العربية النبيلة يعني لها نكهتها لها مذاقها الخاص لها مش ممكن تهددها بس أنا نحكي لك إحنا في تعاملاتنا في الحاجة حتى شعراء الفصحة والمثقفين أنفسهم بيتفاعلوا أكتر مع اللهجة المحكية بيتفاعلوا أكتر مع القصيدة المحكية أذكر سعيد حقل قريت مرة في مجلة أنه كان في حاضر احتفالية أو شيء بباريس لي علاقة بالنونسكو فذكر هذه التفصيلة قال لو إحنا جبنا شعراء بالمحكية أو بالعامية كانوا يعني جلبوا جماهير ما لا تقل عن 3 أربعة آلاف نعم يعني فهذا يعني يعني الجمهور يريدوا لهجة محكية الجمهور ليش؟ لأن أغلب المجتمعات العربية الجمهور فيها يفضل المحكية لأنها هي اللغة اللي بيتعامل أحنا بنقضي سنوات عمرنا في المدرسة لتعلم الإعراب بس نطلع من المدرسة نكتشف أن حياتنا وتعاملاتنا واللغة اللي بنتفهم بها مع الناس ما نستخدم فيها لنا حول الصرف نستخدم في الكتابة اللغة الفصحة نحن نستخدم في الكتابة بس أنا بحكي لك على اللهجة أنت سألتيني أقول لك أنه اللهجة هي الوسيلة للتعبير في حياتنا اللي بنعبر بيها بشكل يومي حتى المثقفين يعني أردت أن تعيش بصورة واحدة في حياتك وفي شعرك أيضا حتى القياديين المفكرين بيستضيفهم بيحكوا محكي ما بيحكوا فصيح يعني هي أقرب لأحاسيس الناس هي أقرب أنك أردت أن تثبتي أو أشعرتي باللهجة المحكية لتمسك فيها شكل من أشكال لتمسك بالهوية وأنت تعيشين خارج وطني؟ أنا لا الهوية خارج وطني هي هوية الإنسانية الهوية الخاصة أو الهوية الشخصية قابلة للتغيير يعني مع المتغيرات الاجتماعية مع التطورات ممكن تتغير أنت ممكن تكوني تحمل جنسية أمريكية بس أنت عربية ما فقدت هويتك العربية لا إذا أنا بحافظ على هويتي بحافظ على هويتي الإنسانية اللي مفروض هي تكون قائمة على التعدد على التنوع هذا ما لي علاقة لكن تصرين على أنه الجمهور اللهجة المحكية أكبر من جمهور الذي يمكن له أن يتابع لغة الفصحة هذا باعتراف الجميع يعني الآن قنوات فضائية قائمة لا أتكلم عن الشعر قنوات فضائية قائمة من أجل الشعر المحكي مسابقات بالملايين من أجل الشعر المحكي مش من أجل الفصيح وهذا طبعا لا يلغي مثل ما قلت لك ما يلغي دور الفصيح أو أهمية أو يقلل من شأنها بالعكس طب أنت في ديوانك أسواب الحزن يعني ظاهرة بصورتك على الغلاف ما اعتبرت أن هذا الشيء لم تكن جرأة منك أنت إمرأة ليبية والمجتمع الليبي محافظ نوعا ما أن تظهر صورة إمرأة ليبية على غلاف كتابها كانت جرأة مني بس تمت بالتشاور مع أصدقائي مع المحيطين بيب يعني لأنه أنا ما نقدر نقدم على خطوة مش عارفة حتكون نتيجتها أو تتبعاتها يعني لو أشاروا عليك بالعكس ما كنت نشرت صورتك لا كنت حنفكر كثيرا يعني قبل أن أخذ القرار بس أنا لقيت التشجيع من الجميع حوالي يعني صحية كانت في وقتها خطوة جريئة وأنا من دمتش عليها نعم تقولين في الإهداء في إهداء كتابك تهدي الكتاب إلى ديوان أثواب الحزن تهديه إلى من سندوك في الحياة إلى بيك وأمك وشقيقتك وصديقتك وكذلك تقولين إلى كل من يحاربني ويقف في وجهي ويستهين بتفكيري ويسعى لتهميش كياني وإلغاء حقي في الحرية والإبداع لفتت نظري هذه العبارات في إهدائك لمن هو الذي يحاربك ويمكن له أن يقف بوجهك الموروط الاجتماعي القوانين تشريعات أم أشخاص الشكلية الأشخاص أيضا أنا أشرت في الكتاب لوالدي والدي لأنهم ليهم الفضل الكبير أنه أكون أنا بهذه الشخصية أو بهالانطلاق أنا تربيت على يدين والدي اللي هو شخصية مقارنة بيجيلها شخصية مفتحة مع أنه رباتها سيدة يعني بس هو يعني تنشأ وتربى ما عنداش عقد من المرأة بالعكس يعتبرها يعني كائن قائم بذاتها فهذا أعطاني الفرصة أنني نعبر عن نفسي بس طلعت برا المجتمع لقيت عقليات أخرى مختلفة صدمت بيها مش صدمت بيها لأنه عندي فكرة لنعرف مجتمعنا كيف ونعرف أنه والدي كان يختلف عن هذا المجتمع بس صدمت بي سلبية في محاربة هذا الموروث وصدمت في القوة في محاربة المرأة والشراسة في عملية أقصائها وابعادها والتحرش بيها وقمحها نعم وتعنيفها نعم أردت من خلال كتابتك تحدي هذا الأمر يعني صار عندك هاجس أن تتحدي هذا الموروث من خلال الكتابة إلى حد ما يعني عموما هو الكتاب طلع في مرحل في كتبت أنا في فترة المراهقة وتعرف فترة المراهقة هي يعني فترة غير متوازنة بتمر بتناقضات كثيرة فكان يعني ما كانش فيه مثلا هدف محدد أكتر منه تعبير عن نفسي نعم شخصي عندي في هذه الفترة طب اليوم أنت تعملين في الصحافة عملك الصحفي ماذا أضاف لك كشاعرة بالأمس؟ أول شيء هل يمكن القول أنك شاعرة سابقة بما أنك توقفت أو مع وقف التنفيذ؟ لا يمكن نقول أنه أنا شاعرة مبتدية مع وقف التنفيذ مع وقف التنفيذ طيب نكمل سيدة هودا مضطرة أخذ فاصل أكمل معك حوارنا في مساواة بعد هذا الفاصل ابقوا معنا عودة إلى سيدة هودا السراري ضيفة مساواة لهذه الليلة سيدة هودا لو تركنا الأدب جانبا وتحدثنا عن حياتك صحفية اليوم أنت تعملين بمركز الدوحة للحريات في قطر احكي لنا عن مجال عملك ولماذا اخترتي هذا المركز بالتحديد؟ أنا أعمل بمركز الدوحة لحرية الإعلام كمنسقة إعلام وعلاقات عامة هذا مركز يقوم بالدفاع عن حقوق الصحفيين وعن حرياتهم وتقديم الدعم المعنوي والمادي لهم في أماكن النزعات والحروب ومركز حقوقي وهذا اللي لفتني ليمشجعني على العمل فيه طب هل هو متعلق بالإعلام العربي ككل؟ هو متعلق بالإعلام حول العالم نعم ما رأيك بالإعلام العربي؟ مدى الحريات في الإعلام العربي؟ الحريات في الإعلام العربي مقننة جدا ما زلنا نعاني من القمع ما زلنا نعاني من تغييب الرأي الآخر ما زلنا نعاني من مسألة تجميد بعض القضايا وعدم طرحها على يعني في وسائل الإعلام مثل ماذا؟ في قضايا كثيرة خلينا من مشوش بعيد يعني قضايا المرأة في مواضيع كثيرة تخص المرأة يتم محاصرتها يتم النقاش فيها النقاش فيها عن استحياء النقاش فيها لأسباب كثيرة لها علاقة بالدين لها علاقة بالموروث الاجتماعي لها علاقة نعم طب حين نتحدث عن الصحافة العربية تشمل أيضا الصحافة الليبية هذا الحديث الذي قلته انطبق أيضا على الصحافة الليبية الصحافة الليبية موضوع آخر الصحافة الليبية عندها مشكلة حقيقية عندها مشكلة في قوانينها في تشريعاتها أنت حين قلت أن الإعلام العربي وضع الإعلام العربي أفضل بكثير طبعا من الإعلام الليبي ما فيك تدمج الإعلام الليبي مع الإعلام العربي لكن ليس القضايا رئيسية بالإعلام العربية قضية المرأة لا لا قضايا كثير أنا ذكرت قضية المرأة على سبيل المثال الصحافة في ليبيا تمر بمرحلة من فترة طويلة يعني من 3 عقود يمكن مرحلة كبيرة من الفشل والتراجع يعني من تقريبا عام 72 لما تم فيه تأميم الصحافة احنا في ليبيا لدينا مؤسستين فقط يصدروا صحافة مؤسسة الصحافة الهيئة العامة للصحافة ومؤسسة ليبيا الغد اللي هي تتبع سيف الإسلام في تقريبا تم تأسيسها من سنتين فالصحافة هي حكر على فئات معينة يا أما حكر على الهيئة العامة للصحافة اللي بتصدر أربع صحف تقريبا مجمل أعدادها ما يتجاوز الأربع تلاف نسخة اللي هي الجماهيرية والشمس والزحف الأخضر تتبع مركز الزحف الأخضر هي غير مستقلة هي غير مستقلة هي تتبع الدولة وهي قائمة على ترويج للدولة وأفكار الدولة ويعني أغلب مبيعاتها أو توزيحها بيتم على المؤسسات الحكومية أو تنتهي لتلميع الزجاج الصحف اللي طلعت في مؤسسة سيف الإسلام اللي هي مؤسسة ليبيا الغد هي أغلبها يا أما تم تأميمها أو تم قفلها أو استولت عليها الحكومة بالقوة أو قفزت فيها اللجان التورية سيف الإسلام القذافي سيف الإسلام القذافي لماذا طيب تم فعل هذا الشيء؟ فيه صراعات داخلية داخل الحكومة وفيه اختلافات كثيرة داخل الحكومة وداخل الدولة الليبية بتعارض حرية التعبير يعني الشهر اللي طلع فيه سيف الإسلام كان في أبريل في خطاب سبهة يعني أعلن أو طلع تصريح ألغى فيه وزارة الإعلام الشهر اللي يليه مباشرة طلع واحد مسؤولين باللجان التورية يقول إنه حرية التعبير هذه خدعة غربية ما في إلا الحرية الديمقراطية اللي هي بيذكرها الكتاب الأخضر ففيه صراعات كبيرة بين الليجان التورية ما هي هذه الديمقراطية؟ اللي هي التعبير الشعبي واللي هي إنه لازم التعبير يكون عن طريق المؤسسات اللي أسستها الدولة يعني وأي تعبير يخالف هذا التعبير هو يعني يقضي إلى المحاكم السياسية يعني ما فيش أي مواطن في ليبيا حقنا إنه هو يصدر صحيفة أو مطبوعة خاصة أي صحيفة بتطلع تطلع من هذه المؤسسات واللي يفكر إنه هو يصدر مطبوعة أو صحيفة نهاية السجن أو المحاكمة ممنوع منعا باتا في عام 1972 أصدر مجلس الثورة ليبيا قرار أو قانون بنص على إنه يعني ما في أي صحيفة أو جريدة أو مطبوعة تطلع من خارج الهيئة العامة للصحفة اللي هي مجلس الثورة والصحف الأخرى المستقلة هذه محكومة عليها طبعا طب في المستقبل القريب أليس هناك أي توقعات بخروج جهات أو منابر إعلامية مستقلة يعني تبدو ليبيا وكأنها منعزلة عن العالم العربي والعالمين حتى الأنظمة العربية هي الدكتاتورية نوعا ما ظهرت بها وسائل إعلام نوعا يعني صارت تناقش قضايا كانت بطريقة أكثر حرية من السابق يعني لم تعد الأنظمة باستطاعتها تكبيل الإعلامي كما كان يحدث قبل سنوات لماذا ليبيا؟ ليبيا فيها صراعات حقيقية فيها صراعات حقيقية على السياسية واجتماعية وفيها صراعات حقيقية بين أفراد الحكومة نفسها بين سيف الأسلام وبين النجان التورية مشكلة ليبيا بتتمثل في قوانينها نعم مشكلة ليبيا بتتمثل يعني تحديدا في غياب الدستور ما فيش دستور في ليبيا في شيء اسمه الكتاب الأخضر هو اللي بنرجع له بس يعني طيب مرة عن تعاطي الصحافة الليبيا أو الإعلام سواء المسموع أو المقروق أو المرئي مع قضايا المرأة في ليبيا تعاطي دعائي كيف تعاطي دعائي؟ هو الإعلام في ليبيا بيحكي عن قضايا المرأة بتوجيهات من الحكومة يعني بينقل على وسائل الإعلام هو كلها مزور كلها ملفق عبارة عن شعارات رنانة يعني عبارات رنانة فقط لغير يعني ما بتنقل الحقيقة حقيقة المرأة الليبية حقيقة المرأة الليبية يعني حين نستمع على خطابات الحكومية الليبية وخصوصا في الخارج في المؤتمرات وغيره يعني نستمع إلى نظرة مشرقة تجاه المرأة واحترام كبير لها ورغبة شديدة في منحها حقوقها لدرجة التدخل بنساء العالم بقية نساء العالم هذه خطابات كلها موجهة للخارج يعني غير موجهة للليبيين أو الليبيات موجهة للخارج والدعاية فقط لا غير ما لها علاقة بالحقيقة الحقيقة هي اللي بتنقلها المنظمات الدولية والتقارير اللي بتطلع كل يوم عن العن في التحرش الجنسي آخرها كان اللي حدث بيدور الرعاية الاجتماعية ببنغازي هذه هي الحقيقة هذا الخبر بيطلع من الخارج تسمعين من بره ما بتسمعين من الداخل يعني كل الخطابات اللي بنسمعها خطابات دعائية مضللة كلها خطابات دعائية ومضللة لواقع المرأة واقع المرأة غير ما بنسمعها في الخارج طب لو تحدثنا أكثر عن مسألة كالعنف التي أشرت إليها قبل قليل يعني هناك نفي حكومي لمنظمة هيومن رايتس الدولية نفي لوجود عنف داخل المجتمع الليبي يعني على حسب قول الوزيرة وزيرة الشؤون الاجتماعية تقول لو كان هناك عنف لكنا سمعنا به وأضافت العنف انتهى منذ الثورة سنة التسعة وستين يعني ما قصت العنف في ليبيا ضد المرأة ما سمعت هي بالعنف داخل ليبيا نعم ممكن تكون عندها مشكلة في السمع هذا العنف يعني موجود بشكل واضح يعني واحدة من دلال إنه فيه عنف مؤخرا فيه خط صار اسمه خط أعتقد الساخن أو شيء خمستاش خمستاش للتبليغ فقط عن العنف المنزلي يعني هذا مؤشر إنه فيه اعتراف بالعنف فيه عنف إنت ليش بيطر تعمل هذا الخط لأنه فيه موجود عنف هؤمن رايتس هذه منظمة دولية معروفة وبروفيشنل وما حدي تشكك في مصدقيتها وتقاريرها وتكشف عن خبار المجتمعات ونبعة عن زيارات ميدانية هي وزيرة الشؤون شو عندها من تقارير شو عندها من أدلة تثبت إنه مفيش عنف في ليبيا هل عندها معلومات؟ هل عندها تقارير ميدانية؟ هل عندها مراقبين يراقبوا حقوق الإنسان؟ هل تعلم هي حتى بالانتهاكات لأنها خلاص الآن أعتقد ما عندش وزيرة؟ هل تعلم هي بالانتهاكات اللي بتصير حتى داخل الوزارة؟ وزارة الشؤون انتهاكات لفضية وتحرش جنسي وتعدي على حقوق المرأة ساعات بيكون من مرأة ضد مرأة نعم هذا أيضا يقع ضمن الخطاب الدعائي لأنها هي ما تقدر تقول خطاب هذا خطاب العبارات الرنانة اللي بتصيغها الحكومة واللي بيشتغلوا بالحكومة نعم سيدة هندا حناخد فاصل قصير نعود من بعض الفاصل لإكمال مسواة لهذه الليلة أعود إليكم مع السيدة هدى السراري سيدة هدى حادثة يعني ضجة بها الإعلام أجرت في مركز الرعاية أو دار الرعاية الاجتماعية تابع للحكومة في بنغازي على ما أعتقد صحيح ماذا حدث هناك؟ حدث تحرش جنسي وحالات من الاعتداء من قبل المسؤولين والمشرفين على الدار يعني كانوا بيسمحوا بدخول الضباط وكذا للاعتداء على الفتيات وظهرت الحادثة للإعلام وحققت فيها حتى لهيو من رايت لكن الصحفي الذي قام بالتبليغ تعرض للتحقيق من الذي كتب عن الموضوع ونشره تعرض للتحقيق وبحجة تشكيك في كلامه ولكن تبت في الحقيقة أنه هو صحيح وأيضا البنات اللي يتعرضوا للتحرش رفعوا عليه تهمة التشهير لأنه طبعا كانوا تحت ضغوطات رفعوا على الصحفي الصحفي لأنهم كانوا تحت ضغوطات الترهيب والتهديد بتشهيه الصمعة نعم فبعدين فتح الباب التحقيق أعتقد مؤسسة القبافة للتنمية قامت بفتح باب التحقيق ولا أعرف لحد الآن يعني شو يعني هي هذه المشكلة في نفس المرأة التي تتعرض للعنف لا يعود باستطاعتها التبليغ عن الحادثة لأن الأمر يعني لا يعود مرتبط بأذى لكنه بخجة لأنها مشكلة اجتماعية بالضبط وخوف من التبليغ خوف من التبليغ وخوف من وصمة العار الاجتماعية وخوف من أنها لا تحصل على حقوقها لأن القانون في حالة الاغتصاب ما بيحمي المرأة بشكل كبير ما بيرجع لحقوقها بالعكس هو أكثر إلى جانب الرجل حتى الحكم اللي بيأخذ الرجل المعتدي أو المقتصب هو حكم يعني جدا مخفض نعم بينما المرأة يكون نصيبها أنه هي تتحاكم وترمى في مراكز التأهيل الاجتماعي لسنوات يعني بحجة التأهيل والرعاية لجريمة لم ترتكبها أو لم ترتكب يعني لم تختلفها والرجل أنا أعتقد حكم يعني حكم القانون عليه بيسحب السنة أو سنتين يعني جدا مخفض فهذا بيخليها بتخجل أن هي تخشى أن هي تذهب يعني للشكوى بعدما فيش هيئة قضائية مستقلة تنصف المرأة وين ستمشي المرأة هناك قانون أيضا رقم سبعين لسنة ثلاثة وسبعين يعني هناك البعض يرى أن هناك خلل في هذا القانون لأنه هذا القانون يجرم العلاقات الجنسية خارج الزواج فكما قلنا أنه المرأة تخاف من التبليغ لكي لا تعتبر عملية الاختصاب جرت بإرادتها وبالتالي يعني هو القانون يجرم العلاقات الجنسية خارج الزواج لأن هذه التشريعات الدولة لأنها ترجع للشريعة الإسلامية أي لكن هنا يعني يتم تطبيقه بطريقة لكن يتم تطبيقه بطريقة تنصف الرجل لا تنصف المرأة أو يعني بتكون حنينة يعني على الرجل مش على المرأة المرأة تروح فيها ضحية مثل ما خبرت كيف تروح مركز تهيل الاجتماعي أو بتتهمش أو نهية بتصمت وما تروحش تبلغ يعني بعدين في أنواع كثيرة من الاقتصاب الاقتصاب مثلا الاقتصاب الزوج لزوجتها ما حد يتطرق له ما حد يعني هذا لازم يكون فيه شاهد وشاهدت المرأة طبعا لا يعتد بها لازم يكون فيه اعتقد ذكرين يعني مقابل المرأة طيب أي إيش أكثر الأنواع العنف التي تمارس في ليبيا أو ليس هناك دراسات لتحدد هذا الموضوع بطبيعة الحال لا في دراسات ولا في بحودها ميذانية ولا عشان هيك كنت نقول لك أنا الوزيرة طلعت قالت يعني ما عندها أي خلفية في الموضوع أنواع العنف حسب معلوماتي وحسب اللي أني نعرفه فيه عنف لفظي متكرر فيه تحرش جنسي بالشوارع بالمؤسسات الحكومية نفسها بالشغل فيه عنف من قبل الزوج الأخ الأب الأقارب يعني هذا بشكل متكرر ومتواصل التحكم في مصير المرأة طبيعة المجتمع الليبي هي مجتمع ذكوري بحت مجتمع أبوي بحت فبيسيطر على المرأة سيطرة كاملة سيطر عليها في قراراتها في حياتها في اختياراتها هذا أيضا تعتبرينه عنفا طبعا هذا عنف مباشر جدا عنف بيقضي على المرأة بيتعامل معها أنها دائما من الطرف الأضعف بيقضي عليها بيقضي على فرصها في الحياة المشاركة على اختياراتها بيقضي على إنسانيتها على نفسيتها نعم طيب اليوم نحن أشرنا أو أشرت لمنظمة Human Rights Watch التدخل المنظمات الدولية في أوضاع المجتمعات العربية ومنها المجتمع الليبي هل بالفعل يمكن أن يؤدي إلى الضغط على الحكومات من أجل تغيير الواقع الحقيقي للمرأة؟ كثيرا غياب المنظمات الدولية في مجتمعاتنا بيعمل خلل كبير المنظمات الدولية هي اللي بتأمن الاستقرار الاجتماعي والثقافي والفكري هي اللي بتساهم في تفعيل حقوق المرأة إذا كان في حقوق هي بتساهم في تفعيل حقوق الإنسانية يعني هي بتشارك الحكومة في تنظيم الأسس التعليمية والصحية بتشاركها أيضا في تعداد الأفكار وجود المنظمات الدولية مهم جدا لذلك بتلاقي في كتير دول يعني الآن تراجعت كانت في الأول يعني غلقة على نفسها ورافضت الدخل الآن تراجعت لأنها هي بحاجة لمساعدة المنظمات منظمات هي اللي بتحمل الإنسان والأرض منظمات دولية جدا وجودها مهم في داخل الدول وداخل البلدان أنت قلت في حوار التي مع جريدة إلاف الإلكترونية أن هناك قوانين في ليبيا وتشريعات لكن المرأة أو لا تستغلها أو لا يتم تطبيق هذه القوانين هذه القوانين يعني هي قوانين في وقع الأمر يعني منصفة للمرأة شكليا نظريا ولكنها غير مفاعلة أيضا هذه القوانين حصلت عليها المرأة يعني كهدية يعني كأنها هبة يعني مش مسنودة بحركة اجتماعية تخلي المرأة الدافع عن وقعها يعني المرأة لم تطالب بها إنما حصلت عليها كهدية أوكي والفكر الاجتماعي المسيطر الآن على البلاد يعني بيخليها يعني موجودة في دور المتفرج فقط لغير يعني طب ما تستتكون حركة أو تتشكل حركة نسوية قوية دستور لما يكون في حرية تعبير لما يكون في قوانين منصفة يعني مبنية مش على العاطفة وعلى التشريع المشرع اللي هو غالبا بيكون رجل تكون مبنية يعني مشاركة بين الرجل والمرأة طب في ظل غياب هذا الدستور وغياب هذه المشاركة أليس هناك ناشطات اليوم ليبيات مسموعات الصوت ممنوع يطالبنا بهذه الأمور ممنوع القانون لا يسمح وفي خارج ليبيا وإن بطريقة غير رسمية يعني لا بخارج ليبيا في منظمات يعني في منظمة في راوية اللي بيحقوق الإنسان اللي هي بتبدأ المجهود كبير أوكي بس هذه منظمة غير معترف بها داخل ليبيا تعتبر منظمة معارضة القانون في ليبيا بيجرم الحزبية والتجمعات والتنظيمات السياسية فالمرة أيضا بينطبق عليها هذا القانون الانتماء لمثل هذه المنظمات في الخارج هو تجريم في وقع الأمر سواء كان في الداخل أو في الخارج ففي داخل ليبيا ما في منظمات المنظمات أو الجمعيات اللي موجودة هي حكومية يعني باستثناء مؤسسة القذافي لا توجد مؤسسة تهتم بحقوق الإنسان ومؤسسة القذافي بتطلع بيانات أو يعني بتنتقد حقوق الإنسان أو انتهاك فيها بشكل رسمي يعني مش بشكل عميل طب أنت قلت أن المرأة لو شاركت كل هذا يحدث لأن المرأة لم تشارك فيه صياغة توقعها داخل ليبيا طب هناك قياديات ونساء في ليبيا وصلنا إلى مراكز معينة ومتقدمة لم يشاركنا بتحسين أوضاع النساء؟ يعني مجمل أو أغلب النساء اللي وصلوا لهذه المراكز يعني هم يعتبروا يعني في مراكز تورية أو مراكز قريبة من أصحاب القرار أو أن يكونوا مؤدلجات نعم فما ليهم يعني أو غير مؤهلات أغلبهم غير مؤهلات ووجودهم لمحاربة المؤهلات وعدم السماح لهم بأنهم يوصلوا لهذه المناصب يعني تصل يعني وجود المرأة في هذا المنصب القيادي لمحاربة النساء المؤهلات ما بتكون لي صالح المرأة المؤهلة بتكون ضدها ما بتعطيها مجال إلى جانب أنه عدم التأهيل إلى جانب أنه هم في مناصب شكلية فقط لا غير ما بياخذوا فيها قرارات يعني هم مش صاحبات قرار يبقى القرار بيد الزكور يبقى القرار ذكوري أو لجهة معينة نعم رغم أنهن وصلنا إلى أمينات عمات في عدد من اللجان الشعبية في الوزارات هناك إمرأة وصلت لمنصب مساعد أمير مؤتمر الشعب العام يعني بمثابة نائبة رئيس البرلمان أيضا ليس لها قرار في هذه المناصب لا لو كان لهم قرار لو هال موجودات في هالمناصب هي مناصب تنفيذية وصاحبات قرار لا ما كان هذا حل المرأة ما كانت المرأة تتعرر للعنف في لر الرعاية والاجتماع والاختصاب لا كانت تطرد مغتصبيها واللي معتدين عليها ما كانت المرأة تحرم من حق منح الجنسية لأبنائها وأبنائها يعاملوا مثل الأجانب ويدفعوا رسول دراسية ما كانت المرأة عرضة الانتهاكات بشكل يومي ما كانت المرأة يعني ما تساهم في أن هي تغير في قوانينها لو كانت اللجنة الشعبية العامة تتجرع على المرأة وتطلع قرار تقول إنها ممنوع سفر المرأة اللي بي دون الأربعين بدون مرافق أو بدون محرى اللي هو طبعا بعدين رجعت تراجعت عنها تحت الضغوطات يعني هذه كلها مناصب غير تنفيذة وقد تكون المرأة بيدها سلطة لكنها لا تريد أن تغير واقع المرأة كما يقال المرأة عدوة نفسها ما رأيك هذا هذا يرجع للمرأة الغير مؤهلة فكريا وسياسيا واجتماعيا وهي التي تمسك بهذه المرأة هذو هم الغير مؤهلة طب هذا الشيء ممكن يعني يمكن بسمع من كده ناشطة في كده الدولة عربية أنه المناصب السياسية التي وصلت إليها المرأة مناصب شكلية في الخليج مثلا ما رأيك بتوزير النساء أنت الآن في قطر وعلى الطلاع بتغيير أوضاع النساء في الخليج ما رأيك بهذا التغيير السياسي أو التمكين السياسي الذي حصلت عليه إن صح اعتبره تمكين في الخليج في حركة حقيقية لدعنا المرأة يعني مثلا في قطر في آلية للنهوض بأوضاع المرأة فيه يعني شغل على هذا الموضوع وفيه رغبة حقيقية في تقلد المرأة مناصب تنفيذية هذا ملموس ما تجد تقارني الحالة السياسية والحالة الاجتماعية اللي في قطر بليبيا فيه فرقة لكن كثيرين يعني يقولون أنه ما بتكلم فقط عن دولة خليجية واحدة أنه حتى الخليج مثل العالم العربي لم تتحسن أوضاع النساء به إلا بعد الضغوطات الدولية الخارجية ولم تكون رغبة حقيقية من الحالة بس تحسنت إحنا في ليبيا فيه عنا ضغوطات علينا بس ما فيه شيء تحسنت ما فيه تقارير طلع التأكد أنه فيه أي تحسن أو تطور نعم التقارير اللي بتطلع عن قطر أو عن الخليج هي تقارير يعني بتدل أنه فيه تطور إيجابي فيه تغييرات أوكي بعد توقيع مثلا انتفاقيات أو فيه ضغوطات أو كده فيه تغيير فيه تحسن طفيف حتى ولو طفيف بس في ليبيا ما فيه هل هنا أليس هناك إيجابيات في حياة النساء في ليبيا؟ يعني في الفاصل كنا نحكي عن أنه التعدد الزوجات ممنوع إلا بإذن الزوجة أو في المحكمة الطلاق يتم في المحكمة وليس شفاهيا هناك قوانين العمل التي تساوي بين الذكور والإناث وصحيحي لأن كنت مخطئة وسن الدنيا للزواج لجنسين هي سن العشرين هذا شك هدي شكليا لأنه يعني بيصير أنه بيحدث زواج قبل العشرين وقبل الثمنتاش يعني في فترة ما كان القانون عند الثمنتاش بالنسبة للطلاق المرأة لحد الآن في ليبيا ما تقدرش يعني تاخد حق الطلاق إذا لم تتبت يعني إذا هي طالبت بالطلاق بتخسر حضانة أبنائها لازم تتبت حق الضرر أو بالدعوة أو شيء من هالقبيل لازم تتبت أن هي فعلا متضررة من هذا الزواج عشان تاخد حضانة أبنائها ما يحق لها تحضن أبنائها يعني شو هي الأشياء الإيجابية؟ كنت نقول قبل شوية أنه الجنسية ما تقدر المرأة الليبية تمنحها لأبنائها ممنوعة عليها يعني بياخدوا هذا الموضوع يعني هذا القانون سن بطريقة عاطفية أنه الجنسية من حق يا أخي أنت تعامل مع الموضوع أنه حق للمرأة طيب هنتكلم عن هذه القوانين قانون الجنسية للمرأة الليبية المتتوجة من أجنبي وغيرها بعد الفاصل سيدة هدى ناخد فاصل قصير ونعود لسيدة هدى السراري أحييكم من جديد في موسوا وقبل قليل توقفنا سيدة هدى عند حديثك عن الاتفاقيات وحديثك عن عدم منح المرأة الليبية المتزوجة من أجنبي الجنسية الليبية لزوجها ولأبنائها رغم أن ليبيا وقعت على عديد من الاتفاقيات منها سيداو والمثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية واتفاقية حقوق الطفل يعني تحفظت على عدد من المواد منها المادة تسعة المتعلقة بحق الجنسية صحيح يا ليبيا وقعت الكثير من الاتفاقيات لا تعد ولا تحصى بس يعني هذا يكفي التوقيع القانون ليبيا تحفظت على مواد كثيرة مواد لها علاقة بالقوانين الأسرية مواد لها علاقة بالميرات مواد لها علاقة بالمسواة بين الرجل والمرأة في الميرات مواد لها علاقة بالجنسية وتعهدت بأنها تعد القانون الجنسية بس هو الآن حسب ما أعلم أنه هو موجود على طاولة المؤتمر الشعبي العام بس هو ما دخل لمدونة التشريعات يعني مازال غير نافت القوانين الثانية تحفظت عليها بسبب أشياء لها علاقة بالدين الإسلامي تعافي ليبيا بتعود في التشريع بتاعها إلى الدين الإسلامي بس ما يكفي التوقيع بدون آلية حقيقية لتفعيل هذه الاتفاقية ما يكفي واللي فعلا المفارقة الغريبة أن ليبيا هي أول دولة وكانت ربما الدولة الوحيدة اللي وقعت على البروتوكول الاختياري البروتوكول الاختياري هذا بينص على آليات ترصد الانتهاكات يعني فعلا مفارقة غريبة يعني كانت الدولة الوحيدة بس مع هذا ما في أي تقارير تبين أنه فيه أي تطور لحقوق المرأة أو أي تفعيل لحق المرأة ما فيه أي تقارير تبين أنه إذا الاتفاقية أفادت المرأة في ليبيا صار فيه تغيير إيجابي ولا لا ما فيه أي تطور يقول أنه فيه تشريعات جديدة سنت لصالح الأسرة وصالح المرأة يعني اللجنة المختصة بمراقبة التطبيق الاتفاقية في الدول التي الموقع عليها التابعة للأمم المتحدة يعني رأت أن لا زالت التشريعات تميز المرأة عن الرجل في ليبيا ولا زالت أنه ليس هناك ألية للتطبيق الاتفاقية لكن تقريرها جاء مما جاء فيها أن هناك تحسن وليس بالكبير لكن هناك تحسن على صعيد تمكين المرأة في ليبيا تمكين المرأة وين؟ يعني في مجالات عديدة بالنسبة للمجالات اللي هي علاقة بالطب والتعليم مرأة موجودة وبكثرة بس المجالات اللي هي تنفيذية وبتمكن المرأة أن هي تحقق منجزات على صعيد حقوق المرأة أو على صعيد الأسرة هي غير موجودة المرأة في هذه المناصب بعيدة تماماً مثل ما حكيت لك اللي كانوا اللي هم موجودين ولا زالوا موجودين هم الشخصيات التورية والمؤدلجة فقط لغير بس تحسن مافي حتى على صعيد التشريعات يعني بس التحسن الوحيد اللي ذكرته قبل شوية هذا خطم الساخن من أجل الإبلاغ يعني هذا يعتبر تحسن مصيط بس مافي أي تحسن احنا في انتظار تقارير جديدة وهالتقارير هي اللي بتثبت بس المفروض داخل ليبيا الشغل الحكومة الليبية شغلها أن هي تطلع تقارير وتعمل بحوت ميدانية تبرز شو الإيجابيات اللي انعكست على ليبيا بعد توقيحها لهذه الاتفاقيات شو التطور اللي حصل يعني في مجال الأسرة في مجال المرأة حتى الرجل لأنه حتى الرجل معرض للعنف على فكرة والعنصرية يعني مش بس المرأة من قبل المرأة من قبل المرأة ومن قبل الحكومة ومن قبل الدولة يعني طب هناك مثاق حقوق المرأة في ليبيا الذي صنع عام 2000 ما هو هذا المثاق مثاق حقوق المرأة في ليبيا هذا مثاق أعتقد هو كان في 97 كان في مسودة بهذا اسمها ميثاقة وحقوق وواجبات المرأة ينص على أن المرأة تشارك في المؤتمرات الشعبية وتكون يعني يعني كلها الحق في اختيار العمل والحق في اختيار الطريقة لتشارك بها يعني هالمواثيق والاتفاقيات كم كبير من الدسادير هناك قانون تعزيز الحرية يعني هل هي هذا الصدر لما تم إطلاق المساجين أعتقد في 88 في أصبح الصبح بس مش هنا المشكلة المشكلة في أن الأنظمة العربية كلها عندها دسادير وتشريعات وعندها وكلها موقعة نفس ليبيا على اتفاقيات ومنها دول الخليجية مع التحفظات نفس الدول العربية التي تحفظت عن نفس النقاط التي تحفظت عليها ليبيا بحجة أنه هذا بيوحي أن الإسلام هو مش دين عادل يا أخي ما تاخدوش شي من هذا المنظور حاولوا الإسلام هو دين لكل المجالات وكل العصور وكل الأوقات حاول أنك تاخده بحيث يكون لي أثر متناسب مع وضاع المرأة والأسرة يخدم المرأة والأسرة في المجتمع الإسلام مش ضد المرأة والأسرة في المجتمع ليش أنت تسوق بهذا أنا أعتقد أن المشكلة أنه في غياب التزام حقيقي بحقوق البرأة والإنسان هذا هو السبب الإسلام هو مجرد حجة يتم استخدامها طيب بالنسبة لآخر سؤال عن ليبيا قبل أن أنتقل بسؤال عن الخليج الاتحاد النسائي في ليبيا هناك اتحاد نسائي في ليبيا ليس كذلك؟ من زمان من فترة يعني ما مهمته في ظل كل هذه الاتحادات التي تتعرض لها المرأة الليبية والتغاضي عن الاتفاقيات والمواثيق يعني اتحاد النسائي والجمعيات النسائية اللي في ليبيا بما أنها يعني أغلبها هي جمعة يعني مش أغلبها كلها هي جمعيات حكومية من جمعيات هذه متخصصة في المناسبات الاحتفالية متخصصة في إصدار البيانات التي تأيد الحكومة وتأيد حتى التبرعات اللي بيطلحها هي تبرعات دعائية يعني بيناتس يعني فتات بيرمى للناس مؤخرا صاروا يعملوا الأعراس الجماعية يعني وهو كأشياء لا تذكر بس هذا دورها لا يتعد ذلك يعني غير هيك ما في على أرض الواقع ما في شغل حقيقي نسو الحقيقي بيدعم المرأة وبيدعم الإنسان ككل حتى ما في تقارير تطلع من عندهم على أوضاع المرأة في ليبيا أي ما لهم علاقة يعني كما تقولين نهائي ما لهم أي علاقة علاقتهم بس شكلية ومظهرية واحتفالية ويصبح الجهد اليوم يعني ملقى على عاتق من لتصحيح أوضاع المرأة فقط والحكومة؟ الحكومة؟ المرأة نفسها لازم تبادر؟ المرأة خبرتك قبل شوية أنه حصلت على هذه القوانين كمنحة وقبلت بالأمر الواقع فصارت قدرتها على المقاومة جدا ضعيفة أعتقد لأنه فترة طويلة عقود من التعنيف وعقود من السيطرة وعقود من التدخل في شؤونها خليها تشعر ببرود وتبلد وإن كان فيه سيدات بيبدلوا مجهود ما نقدروش ننكروها عليهم حتى لما طلع قرار اللجنة الشعبية العامة بمنع سفر المرأة يعني دون الأربعين بدون محرم رجع تغيراتها بسبب ضغوطات نسائية وتنديدات نسائية الجهد يقع على الطرفين يقع على المرأة ويقع على الحكومة لازم تغير قوانينها لازم تغير تشريعاتها لازم تراعي تراعي ظروف المرأة وظروف المجتمع لازم تشتغل على الموروط الاجتماعي الموروط الاجتماعي المرأة إذا كانت إذا عبرت عن رأيها هتلقى في الزجن أو يتم إعدامها كيف حتشارك؟ أبناش المرأة بس المرأة والرجل هذا يعني حرية التعبير الجليمة يعني صعب من الداخل اللي بتشارك في هذا الموضوع؟ لا حرية بس عن طريق المؤتمرات الشعبية سواء للمرأة أو للرجل يعني أنا هنا مش حبة بس نحكي على المرأة أيضا للرجل ويتعرض للعنف ويتعرض للتهميش والإقصاء يعني ما يحدث المرأة يحدث في واقع الأمر أيضا للرجل بس للمرأة أكثر لأنها طرف الأضعف في المعاندلة يعني الرجل يعني يساند أنه كونه مجتمع أبوي ذكوري فوضع بيكون أفضل شوي والقوانين اللي صالحة قبل قليل يعني أبرزتي ووضحتي عن مدى عن إعجابك بأوضاع الخليجيات التي هي أفضل حال من المرأة الليبية برأيك من المنطلق يعني حياتك ألا تعتقدي أنه أنت موجودة الآن خليجية مرأة سعودية ألا تعتقدي أن وضعك أفضل يعني ما كان يحدث زمان في الخليج أنه سيدات بيطلعوا ويحكوا في تلفزيون وبينقشوا قضايا باستثناء ألا لكن ليش ما يكون زي الوضع في ليبيا مجرد حكي شكلي أعتقد بي يعني الدولة الوحيدة الخليجية هي يعني تقدمت عليكم كلكم لكويت يعني بس الآن في تطوير قضاياكم متروحة قضايا المرأة السعودية يعني الكويت فيها أصلا حركة نسوية يعني فيها هذه الثقافة المطالبة بالحقوق شو يدعمها؟ يدعمها الديمقراطية والدستور وحرية التعبير هذا يدعمها؟ بالضبط لكن لما نتحدث عن بقية الدول الخليجية يعني ومنها السعودية وقطر والإمارات وغيرها أضعف الإيمان في الدول هذه الخليجية تناقش قضاياهم على الفضائيات يعني فيه برامج مخصصة في فضائيات تدعمها الدول الخليجية حتى لو تم نقاشها تحديدا كما يحدث في ليبيا نقاش المشاكل التي تسمح بها الحكومة وتمررها أو يمررها الرقيب وإذا لم نرد الرقيب لها أن تسير لن تتم أنا الآن مش جالسة عشان أعبر أنه على دفاعي وامتناني للدول الخليجية في خروقات وفي انتهاكات يعني أنا أقول أن كل النساء العربيات يبدو أنهن يعانين من نفس المسائل لكن بتختلف من دولة لأخرى بنسبة بسيطة طبعا حيعانوا من نفس المسائل إذا هم إذا في الاتفاقيات نفس المواد التي تحفظت عليها ليبيا تحفظت عليها مصر تحفظت عليها الدول العربية التانية فهي مشكلة وهذه مواد كلها تتعلق بالمرأة فأكيد نفس المعاناة بتعانيها المرأة في ليبيا بتعاني جزء منها بس أنا أقول لك الأوضاع في الخليج أفضل بكتير في مبادرات وفي أفكار وفي خطط وفي تنمية مشهرية في تنمية تعليمية صحية في بنية تحتية في ليبيا ما فيه ما فيه أي خطط لها علاقة بالتعليم ولا لها علاقة بالصحة ليس هناك تنمية صحية في ليبيا لا توجد كيف هي أوضاع المرأة الصحية؟ الليبيين ما زالوا يسافروا لتونس ويسافروا للأردن عشان يعالجوا دولة يعني دخلها من البترول لا يقدر بسكانها بيروحوا يعالجوا في تونس فيه مشكلة حقيقية ما فيه أي مشاريع لها علاقة كلها مشاريع وهمية أو دعائية أو فقط من أجل الخطابات الحكومية حتى الآن يعني الآن مؤخرا صارت الدولة تشتغل على البنية التحتية بس بعد إيش؟ بعد ثلاثة واربع عقود ثلاثة واربع عقود انضربت فيها أجيال والتعليم من ضمنها طبعا من ضمن البلد تحتية طب أنت امرأة ليبيت مثقفة وكتبت الشعر والصحفية ونلت حريتك نوعا ما أليس كذلك؟ تستطيعين أن تصفي حياتك بأنك حرة بها؟ أنا نلت الحرية لأسباب كثيرة زي ما خبرتك في صابق والدي كان شخصية مختلفة وزوجك اليوم؟ زوجي قدم لي الدعم بشكل أيضا أكبر يعني عقلي أيضا هو مختلفة عن جيلا إلى جانب إيماني أنه أنا من حقي نكون حرة طب ماذا تقولين للمرأة الليبية في الداخل التي تتعرض للقمع وانتهاك الحقوق؟ نقولها أنها هي تتمسك بإيمانها بحقوقها وأنها لا تسمح لحد أنه يهمشها أو يقصيها وأن تشتغل على نفسها وعلى وعيها وعلى فكرها وأن يبقى لديها الأمل أن حتى المولودة الاجتماعي سيتغير بمجهودها وبصبرها يعني أتمنى أن يصل صوتك لبقية النساء الليبيات شكرا لك سيدة هدى السراري على هذه المشاركة كانت معنا الصحبية الليبية هدى السراري ألقاكم الأسبوع المقبل إلى اللقاء اشتركوا في القناة